موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين الأعزاء في كل مكان إلى حلقة جديدة من بين أسبوعين في هذه الحلقة وقبل أن نبدأها دعونا نعمل جولة سريعة على أبرز الأحداث والأخبار التي حصلت الأسبوع الماضي فقد فرضت التطورات العسكرية التي حققها الجيش الوطني في معاركه ضد ميليشيا الحوثيين والمخلوع صالح نفسها على أجندته هذا الأسبوع من الحصاد خاصة التطورات الميدانية على البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء بعد قيام الجيش بشن أول عملياته في منطقة خولان وتزامنت العمليات العسكرية للجيش الوطني مع زيارة نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق علي محسن صالح إلى محافظة مأرب التي وصلها للإطلاع عن قرب لمجريات العمليات في الميدان وعلى هذا الصعيد أكدت مصادر عسكرية أن قوات من الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية اقتحمت أولى مناطق مديرة خولان من جهة السرواح لأول مرة وأكد الفريق محسن أن شرعية ستكون قريبا في العاصمة صنعاء بفضل تضحيات اليمنيين ودول التحالف العربي مشيرا لدى وصوله مدينة مأرب واجتماعه مع القادة العسكريين والمسؤولين المحليين بالمدينة أن النصر على الانقلابيين قادم لا محالة وأطلق محسن اتهامات للميليشيا خلال زيارته لمأرب بتنفيذهم مخططا لإنشاء جيش طائفي في اليمن يدين بالولاء لإيران وفي محافظة تعز أعلنت القيادات العسكرية في محور تعز رفع الجاهزية القتالية والتدريب والإسعداد لتطهير ما تبقى من مناطق المحافظة التي لا زالت خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين وصالح الانقلابية أكد ذلك قائد محور تعز لواء خالد فاضل خلال اجتماع مع قيادات وأركان الألوية العسكرية بالمحافظة وأشهد لواء فاضل بصمود وعزيمة مقاتلي الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال ضد المتمردين وتم في الاجتماع مناقشة القضايا الرهنة في المحافظة والمتعلقة باستكمال تحرير تعز وتطوراتها على المستوى الإداري والعسكري والأمني والإشكاليات التي واكبت عملية صرف مرتبات عناصر الجيش في المحافظة وعلى صعيد آخر لاقت القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبد الرب منصور هادي وقضت بتعيين ثلاثة محافظين جدد لمحافظات جنوبية في حضر موت وشبوى وسقطرة ترحيبا كبيرا لدى كل القوى السياسية في تلك المحافظات وأعلنت القوى السياسية في حضر موت كبرى المحافظات اليمنية ثقتها الكاملة في المحافظ الجديد اللواء الركن فرج السالمين البحسني في قيادة دفة حضر موت للوصول بها إلى بر الأمان متعهدة بمساندته ورص الصفوف جنبا إلى جنب مع سلطة المحلية والتوجه نحو البناء والتنمية أما اللواء البحسني فقد أطلق تعهدا في أول ظهور له الأحد الماضي وبعد مرور أربعة أيام على صدور قرار تعينه ولائه للقيادة الشرعية والعمل تحت قيادتها ليقطع بذلك الطريقة أمام المجلس الانتقالي الجنوبي الذي كان المحافظة السابق لحضر موت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك عضوا فيه ولا تزال أزمة المجلس الانتقالي الجنوبي تلقي بالثقلها على المشهد السياسي اليمني مع ظهور بعض قياداته بين حين وآخر وإطلاق تصريحات ضد الحكومة الشرعية وآخرها الاتهامات التي تضمنها تصريح لرئيس المجلس عيدروس الزبيدي لقيادات في الشرعية بالإرهاب الأمر الذي جعل الحكومة سارع في إصدار تصريح شديد اللهجة على لسان مصدر مسؤول فيها يتهم فيه الزبيدي بالولاء لإيران وممارستهم دورا رديفا للإنقلابيين وعرضت الحكومة في تصريح المصدر المصدر المسؤول لرئيسها أحمد عبيد بن دغر الأثنين الماضي أكد فيه تمسك الموقف الوطني والإقليمي وتوحده في مواجهة ميليشيا الحوثيين والمخلوع صالح وبعدا عن المعارك السياسية والعسكرية يخوض شعب اليمن معركة منفردة مع وباء الكوليرا التي غزت معظم المحافظات في البلاد وآخرها حضر موت وفقا لما أكدته منظمتي الصحة العالمية واليونسيف إذ ارتفعت عدد الوفيات إلى ألف وسبعمائة حالة وفاة ومائتين وسبعين ألف حالة إصابة وأمام هذه الإصابات أو أمام هذا الوضع الإنساني المتردي خرجت اللجنة العليا لمكافحة جائحة الكوليرا والإسهالات المائية الحدة بإعلان في أول تقريرها إلى الحكومة أكدت فيه ارتفاع نسبة التشافي بشكل كبير من مرض الكوليرا وانخفاض الوفيات في بعض المحافظات مشيرة بالمقابل إلى أن الوضعي الصحي للمرض لازال على حاله في محافظات أخرى بالبلاد وأصدر رئيس الوزراء أوامر إلى وزارة المالية بصرف أربعمائة مليون ريال لمحافظات إقليم عدن وذلك لمواجهة وباء الكوليرا ومعالجات أسبابه في حين أعلنت منظمات أكسفام الإنسانية الدولية تقديمها مساعدات لليمن بنحو نصف مليار دولار لمواجهة تفشي وباء الكوليرا في البلاد أما وزارة الصحة فقالت إنها أعدت خطة من شأنها المساهمة في التخفيف التدريجي والقضاء على وباء الكوليرا وفقا لما أكده وزيرها ناصر باعوم وفي هذا الخضام من الإعلانات الحكومية والدولية لا يزال المرض يفتك بالعشرات من اليمنيين خاصة القاطنين منهم في المحافظات الخاضعة للإنقلابيين حيث ترصد منظمة الصحة العالمية واليونسيف ومنظمات محلية أخرى إصابة ووفاة العشرات خاصة في أوساط نساء والأطفال وليس ببعيد عن ذلك أو عن تلك المعاناة التي يكابدها سكان المحليون بفعل انتهاكات ميليشي الحوثيين والمخلوع صالح خاصة في محافظة تعز والمحويت والحديدة ورصدت منظمات محلية قيام الميليشيات بارتكاب مئات الانتهاكات للسكان في تلك المحافظات تنوعت ما بين تهجير قصري وقتل واختطافات وتعذيب واقتحام للقرى والمساكن واحتلال للمباني الحكومية وغيرها من الانتهاكات وفي محافظة إب رصدت منظمة محلية ارتكاب الميليشيات 80 انتهاكا خلال شهر يونيو الماضي في حين تم توثيق 151 انتهاكا في هذا الشهر وإلى آخر خبر لنا في هذه الجولة السريعة في محافظة الوحيد أو الحديدة عفوا كشفت رابطة أمهات المختطفين قيام الميليشيات بالتحضير والإعداد لإشراء محاكمة لعدد من المخطوفين في سجونها دون إشعار أو إشعار عائلاتهم وبهذا الملف الإنساني نختتم مشاهدينا هذه الجولة السريعة من الجولة السريعة الإخبارية لهذه الحلقة إذن دعونا نصلت مشاهدينا على مضوعين مهمين حدث خلال الأسبوع المنصر ما الأول يتعلق بالتقرير الذي أصدرته منظمة سام للحقوق والحريات الذي تحدثت فيه أو عرضت فيه وكشفت عادة من الحالات التي توفو نتيجة التعذيب وأيضا الإعدامات الميدانية وستمعت إلى قصص عديدة حصلت خلال عامين الماضي الموضوع الثاني سنتناول فيه تداعيات القرار الأخير الذي أصدرته الحكومة السعودية القاضي بإصدار رسوم للمقيمين هناك وأيضا تداعياته على المغتربين اليمنيين هناك وأيضا الأسر اليمنية الموجودة في الوطن فاصل قصير وبعد نعود يمارس الحوثيون والمخلوع جرائم وانتهاكات بحق المدنيين في ظل بيئة منعدمة إعلاميا لتنقل جرائمهم آخر هذه الجرائم ما كشفته منظمة سام للحقوق والحريات عن إعدامات ميدانية وقتل نتيجة التعذيب وعرضت المنظمة قصصا عن حالات تعذيب تمارس بحق المختطفين وحالات إعدام ميدانية تمارس خارج القانون وقالت المنظمة أن ما يزيد عن 150 حالة إعدام ميداني ونتيجة للتعذيب تم رصدها خلال العامين الماضيين 93% منها ارتكبها الحوثيون والمخلوع وتوزعت نسب الأخرى على الحكومة وجماعات مجهولة مشاهدين دعونا نناقش هذه القضية مع ضيفنا هنا في السوديو السيد موسى النمراني عفوان الناشط الحقوقي مرحبا فيك سيد موسى مرحبا دعونا في البداية نصلط الضوء أكثر على هذا التقرير الذي أصدرته من الطمدسام للحقوق والحريات ربما هو من أقوى تقارير التي أصدرت حتى الآن تتناول فيها أعدامات الميدانية تتناول فيها جرائم تعذيب حتى الموت هل مقرأة أولية لهذا التقرير سيد موسى أولا هو أول تقرير مخصص لهذا النوع من الانتهاكات الكتل المتوحش وهو نعني به القتل خارج القانون الأعدامات الميدانية الأعدامات التي يتعرض لها مدنيين وعزل إما في الشوارع أو في ظروف مختلفة أو في السجون وبالتالي هو لا يشمل جرائم الكتل التي يتعرض لها المدنيين بالألغام أو غير ذلك من الحوادث التي كتل فيها مدنيين إنما يتعلق بجرائم الكتل المتوحش أي كتل العزل وكتل الأسرى أو المختطفين يعني التقرير خصص حالتين أو تكتيكين يستخدمهم الحوتيين أو غيرهم من الجماعة الأخرى في عمليات القتل والانتهاكات وهما عمليات التعذيب حتى الموت وعملية الإعدام الميداني نعم الموت تحت التعذيب أو بسببه والإعدام الميداني طيب يعني هو رصد 150 حالة خلال عامين هل هذا هو الرقم فعلا؟ لو اطلعت أنت أو حتى أي قارئة اطلع على التقرير هو هذه الحالات التي رصدتها المنظمة وهي لا تعني إنعكاس كامل لما هو على الأرض وأيضا لا تعني حتى نسبة مئوية لا نستطيع أن نجزم أن هذه الحالات التي تمكننا من رصدها والوصول إليها وتسجيلها أنها نسبة حتى مئوية مما يحدث على الواقع الواقع يقول أن هناك كثير من الجرائم غير المرئية غير المنظورة التي لا نستطيع الوصول إليها والتي لا يسلط الأعلام الضوء عليها في مناطق ليس فيها راصدين ولا يصل إليها أحد ولكن نحن نعول على العدالة التي لا بد أو لا شك أنها أتيا وعلى توثيق الناس توثيق ذوي الضحايا لهذه القضايا وبالتالي الاحتفاظ بالأدلة حتى يأتي قضاء عادل ونزيه يكون بالتحقيق وإصدار الأحكام بحق مرتكبي هذه الانتهاكات لا نستطيع أن نجزم بأن هذه الحالات هي 150 حالة في خلال عامين ربما هي أكثر لكن لم يصل إليها الإعلام ولم يتم توثيقها هي بالتأكيد أكثر نعم طيب سيد موسى من خلال القصص الموجودة في هذا التقرير ما الذي لاحظته من جراء هذه القصص؟ هناك جرائم ارتكبت عمدا هناك من أطلق عليه النار في مناطق في الرأس بالتحديد وهو معتكل مثل ذلك حالة وليد الإبي من المعتقلين تحديدا يعني وهناك جرائم ارتكبت بدافع إرهاب المجتمع وترويعه وهناك جرائم ارتكبت بسبب خلينا نقول ضعف خبرة المحققين أو ممارسي جرائم التعذيب ضعف خبرتهم وبالتالي وصول المعتقل إلى حالة صحية سيئة يتوفى بسببها ولكن جرائم التعذيب هي موجودة في اليمن منذ ما قبل ثورة 2011 بكثير وهي واحدة من أسباب الثورة لأنه كان هناك السجون الجهازية الأمن السياسي والقومي لا يتوقف فيها التعذيب دقيقة واحدة ولكن لم يكن هذا التعذيب يخضي إلى موت لأنه كان يتم على إيدي خبراء تلقوا تدريبات على يد الأمريكان وعلى يد ضباط أردنيين أيضا طيب سيد موسى هل تعرف بعض القصص التي حدثت سواء تعذيب حتى الموت أو أهدامات ميدانية لمواطنين على سبيل المثال يعني وليد الأبي اختطفى من أمام منزله وكانت إلى جواره زوجته يعني على مرأة ومسمع من أهل الحي في صنعاء في الجراف وهو كان حديث عهد بزواج كان يعني لا يزال عريسا وكان عائد برفقة زوجته من بيت أهلها وخطفها أمام منزله وبعد أيام وجد أهله جثته في المستشفى وعليها آثار إطلاق نار في الرأس قالوا لهم هو يعني بكل بساطة انتحر داخل السجن كيف انتحر داخل السجن لا ندري يعني كيف حصل على السلاح داخل السجن لا ندري وهو في الواقع كان معتقل داخل سجن مستحدث هذا السجن مبني حديثا داخل مبنى البحث الجنائي بالأمانة وهو سجن يعني قال عنه محامين يعمرون الآن في صنعاء وهم يعمرون مع المؤتمر الشعبي العام قالوا أنه أن بناءه كلف 2 مليون دولار مؤخرا تم بناءه أو استحدثه الحوتيون ويديروه الحوتيون ولا يتدخل فيه ضباط البحث الجنائي أو ضباط الداخلية أيضا يعني على سبيل المثال في محافظة إب بشير شحرة وهو أحد وجهاء المحافظة محافظة إب تصدرت عدد الانتهاكات في هذا التقرير نعم نعم سنتي إليها يعني هذا طوق منزله بقوة أمنية كبيرة اختحم المنزل لم يكن هناك أي مكاومة كان متواجدا في منزله يعني بشكل طبيعي أخرجوه إلى الشارع أطلقوا عليه النار ورددوا الأصرخة هكذا بدون سبب كما قلت لك يعني هناك يعني عدة أسباب الارتكاب هذه الجرائع من ضمنها الرغبة في إخضاع المجتمع وترويعه ونشر طبعا يتهمون ويقولون هذا داعشي هذا يجيب إحداثيات أو من هذه التهم في كل الأحوال يعني سواء كان الشخص بريء أو مدان هناك قضاء هو من يفترض به أن يحاكم الشخص وأن يصدر بحقه الحكم وأن ينفذ هذا الحكم وليس تنفيذ الأحكام يعني بطريقة الغابة أن القوي هو من ينفذ حكمه على الضعيف طب كنت تحدثت قبل قليل بأنك ستتحدث عن محافظة إب ليس محافظة إب بالتحديد وإنما محافظة إب وذمار وغيرها من المحافظات التي ليس فيها مواجهات ليس فيها أحداث ليس فيها حرب حتى نقول أن هذه الجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين الكتل المتوحش أنها كانت بسبب الحرب أو بسبب المواجهات أو أخطاء إنما ارتكبت عن سبق إسرار وترصد يعني محافظات يسيطر عليها الحوثيين يعني مئة بالمئة وليس فيها حتى مقاومة هذه الأحداث كل الأحداث المرصودة في هذا التقرير ليس لها علاقة حتى بأحداث المواجهات ما بين المقاومة والحوثيين أو حتى بين الجيش الوطني والحوثيين هذه كلها جرائم متعلقة بمدنيين تعرضوا للكتل بدم بارد منهم طبعا الذين وضعوا كدروا بشرية ومنهم من قتلة تحت التعذيب ومنهم من قتلة يعني بإعدام ميداني طب سيد موسى هل ترى بأن غياب الإعلام أو الوسائل الإعلامية عن هذه المحافظات بالتحديد نتحدث عن حجة غياب كامل أيضا محافظة صنعاء وهي العاصمة يعني غياب الإعلام عنها كل هذا الساعد الحوثيين والمخلوق صالح على الاسمرار في هذه الانتهاكات الاسمرار في عملية الاعتقالات الاقتحامات التعذيب الإعدام الميداني أولا حتى نضع النقاط على الحروف هو الإعلام لم يغيب من تلقاء نفسه وإنما غيب هناك عشرات الإذاعات المحلية التي لم يكن لها علاقة حتى بتغطية الأخبار نهبت معداتها عشرات الصحف منها ما كان يصدر بشكل يومي أيضا أغلقت وصدرت القنوات الفضائية أغلقت بما فيها القنوات المحلية التي لم يكن لها علاقة حتى بتغطية الأخبار أو بالتوجهات السياسية وبالتالي هناك نية مبيتة لإخفاء الشهود وارتكاب هذه الجرائم يعني إخفاء الإعلام أو تغييب الإعلام واحدة من الجرائم وهي ما يمكن أن نسميها بالجريمة المركبة أن تطفي النور ثم ترتكب الجريمة طيب سيد موسى أمام هذه الجرائم والانتهاكات تحدثت قبل قليل لأنه حتى وإن وجدت هناك دعاءات أو تهم كان يجب على السلطة القضائية أن تقوم بدورها أين هي السلطة القضائية اليوم؟ السلطة القضائية حتى في المناطق المحررة للأسف لا تقوم بدورها يعني منذ 2014 حتى الآن لم نسمع من النائب العام المعين بقرار شرعي لم نسمع منه سوى توجيه واحد أيضا المحاكم لا تقوم بدورها ولذلك تلجأ أقسام الشرطة للكيام بدور المحاكم وتمتلئ السجون بالمعتقلين يعني سواء كانوا لقضايا سياسية أو حتى في خلافات اجتماعية وقضايا عادية خصومات عادية هناك يعني غياب للقضاء وقبل يومين تابعنا لكاء رئيس المحكمة العديد القاضي حمود الهتار مع رئيس الجمهورية ونأمل أن يخضي هذا اللقاء إلى خير يعني رواتب القضاء سلمت حتى في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ولكن أيضا القضاء يحتاج إلى قوة أمنية ويحتاج إلى عوامل كثيرة يعني يحتاج لها حتى يكون بدورها تدعم حكامه يعني نعم طيب سيد موسى من خلال التقرير يقول 93% قام بها الحوثيون والمخلوع صالح و4% قامت بها الحكومة طيب بالنظر إلى ما جرى من الفضيحة الأخيرة عن السجون السرية التي تم الكشف عنها في محافظات حضر موت وفي محافظات عدن هل نستطيع أن نقول بأن الأمر مشابه أيضا ما يجري في عدن يجري أيضا في حجة يجري أيضا في صنعاء أولا هو لم يقول أن 4% ارتكبتها الحكومة قال أنها ارتكبتها أطراف أخرى منها ما هو محسوب ضمنيا على الحكومة كالحزام الأمني والنخبة الحضرمية والتي كما هو معروف لا يحتاج إلى نقاش يتبعان دولة الإمارات العربية المتحدة ويديرهما ضباط إماراتيين متواجدين في عدن وفي حضر موت وهذه القوات بدلا من أن تكون رديف وحماية للشرعية وتكون أداة لتطبيق القانون تحولت إلى أداة لعرقلة عودة المؤسسات ولعرقلة عودة الحكومة الشرعية وبالتالي قدمت نموذج أسوأ ما يمكن أن تقدمه هذه القوات عن نفسها كقوات متمردة تدار من قبل ضباط أجانب لا يهمهم مصلحة البلد وبالتالي هذه الجرائم التي ارتكبت في عدن أو في المكلة أو في أي مكان آخر على الرغم من أنها نسبة مئوية قليلة مكرنة بما يحدث في المناطق التي يسيطر عليها الحوثين إلا أنها تدق ناقوس خطر وتعلن أن هناك خلل كبير يجب تداركه ما لم فإنه سيتوسى وسيصبح ظاهرة عطية حتى قبل يومين سيد موسى حصل هناك ضرب وإطلاق نار لمعتصمين من أهالي أو محتجين من أهالي المختطفين في مدينة عدن هل يمكن أن يثير هذا أو هذه الحادثة الرأي العام ويساعة إثارة ملف المختطفين سواء لدى الحكومة الشرعية والأطراف الداعمة لها وأيضا الحوثيين والمخلوع وما إلى ذلك شوف عندما يكون الحرب هي السائدة لغة الحرب هي السائدة فلا تعول على الرأي العام الناس الآن يعبرون عن أنفسهم بالقوة والسلاح والبنادق وبالتالي مساحة الرأي العام هامشية ولا تكاد تذكر في ظروف الحرب ولكن ما يعول عليه هو الكرار الذي يتخذ في الغرفة المغلقة أن يكون هناك قرار حازم وحاسم بإنهاء هذا الملف وتسليم عدن الحكومة الشرعية التي تقدم النموذج الذي يجب أن تقدمه أي دولة أو أي سلطة شرعية ومن واجبها أن تقدم الخدمات للناس وأن تنفذ القانون وأن تسهر على رعايتهم أما أن تتحول هذه القوات إلى عائق وإلى مرتكب للانتهاكات فهذه جريمة ومركبة لو صلطنا الاهتمام أكثر للمنظمات الدولية نتكلم عن Human Rights Watch نتكلم عن الأوكس فام نتكلم عن منظمات حقوقية دولية كثيرة لاحظنا الزخم الإعلامي والرأي العام الكبير الذي حدث والذي كان مصاحبا لفضيحة السجون السرية الإماراتية في عدن وفي حضر موت هل يمكن أن نشاهد ونلاحظ ذات المسوى من إثارة الرأي العام مع هذا التقرير الذي أصدرته منظمة سام في صنعاء في حجة في أب في غيرها بطبيعة الحال ما تقوله كناه إعلامية كيمن شباب حتى وإن كان أقوى بكثير مما تقوله كناه كالجزيرة إلا أن الجزيرة أكثر انتشاراً وبالتالي على هذا قصد ما تقوله سام على الرغم من كونه موثق بنفس الآليات وبنفس الشروط والدقة التي تشتريطها والمنهجية التي تشتريطها هيوماريس والعفوة الدولية أو أي منظمة حقوقية أخرى إلا أن شهرة المنظمة وسمعتها الدولية ليست بهذا المستوى الذي يكفي للتأثير على الرأي العام الدولي تقصد بأن الإعلام هو من يثير هذه الملفات المنظمات هي تعمل على إظهارها ومن ثم تأتي وسائل الإعلام لإثارتها للرأي العام لا أنا لا أقصد هذا وإنما أقصد المقارنة المقارنة بين مستويات وسائل الإعلام ومستويات انتشارها ومستويات منظمات حقوق الإنسان وانتشارها طيب كيف تقيم مستوى تغطية هذه المنظمات لحال المختطفين لدى الحوثين والمخلوق الصالح في صنعاء في إب في الحديدة في حجة في البيضاء في غيرها هي قدمت تكارير ورصدت حالات ولكن هذا لا يكفي التغطية ورصد هذا لا يكفي يعني يجب أن يكون هناك تحرك أقوى وأكثر جدية حتى يكون أكثر جدوى المعتقلون في صنعاء يتعرضون لانتهاكات أو حتى في الحديدة وفي أي مكان آخر تحت سلطة الحوثيين وهم حتى بالمناسبة ليسوا كلهم سياسيين أو حتى يتبعون المقاومة أو ينتمون إلى الإصلاح أو إلى غير ذلك هناك كثير من المعتقلين بعضهم اعتقل لأنه ابن تاجر وبعضهم لأنه صراف وبعضهم اعتقل بسبب شاية وبعضهم بسبب ابتزاز إلى غير ذلك ويتعرضون لأشكال بشعة من الانتهاكات يجب على هذه المنظمات يعني على وجه التحديد أن تكون بدور أكثر فاعلية في مراكبة هذه السجون لا يكفي أن تزور السجن من الخارج أو أن تقدم استجواب أو سؤال إلى السلطة حتى وترد عليها أو تقول أن تلقيت الرد الفلاني أو تلقيت هذا الرد أو تقول أنني لم أتلقى رداً وإنما يجب أن تزور هذه السجون أن تسمح هذه السلطات إذا كانت صادقة أو تدعي أنها تحترم أو تطبق معايير السجون على هؤلاء السجنة أن تسمح بزيارات منظمات حقوق الإنسان المفاجئة وأن تسمح بتركيب كاميرات في عنابر السجنة الذين يتعرضون للانتهاكات وتثبت أنها لا تكون بهذه الانتهاكات يعني تركيب مثل هذه الكاميرات وهذه الوسائل ربما يحمي المختطفين في ممارسة هذه الانتهاكات؟ طبعاً وهي تجربة طالبة بها وطبقت في بعض الأماكن وهي واحدة من أساليب الشفافية أن يكون هذا المعتقل محمي بعين تراكب السجين وتراكب السجن هذه الوسائل متخذة ضد مجرمين موجودين في دول أخرى فكيف بناس أبرياء موجودين في هذه السجون؟ نعم سواء كانوا أبرياء أو كانوا مدانين لهم حقوق يعني حتى إذا اتفقنا جدلاً مع الحوثيين أو حتى مع النخبة أو مع الحزام الأمني أن المؤتكرين الذين لديهم خطرين وارتكبوا جرائم إلى ما هنالك من الإدعاءات التي يدعونها بحق ضحاياهم لنفترض جدلاً أن هؤلاء المتهمين مدانين وصدرت بحقهم أحكام قضائية لهم حقوق أيضاً لا بد أن ترعى طيب سيد موسى تحدثت قبل قليل عن السجون الموجودة ويجب مراقبتها لكن ماذا عن السجون التي تتبع شخصيات؟ سجون تتبع الشيخ الفلاني سجون تتبع القيادة الحوثي الفلاني في محافظة في مديرية في كذا سجون سرية هي عبارة عن بيوت وعبارة عن أقبية يضع فيها السجناء لمجرد أنه اختلف مع الشيخ أو اختلف مع القيادة الحوثي هذا من إرث النظام السابق الذي ثار عليه الشباب في عام 2011 كان هناك سجون يعاني منها المواطنين كان هناك أيضا سجون حتى لبعض المؤسسات الرسمية ولبعض النافذين ومحمية بنفوذهم وبعلاقاتهم بالرئيس السابق ولكن ما يحدث الآن ليس مجرد إرثواء ارتداد ونكسة كبرى منية بها اليمنيين أن يتعرضوا لكل هذه الانتهاكات وأن يتحولوا إلى طعم أو إلى صيد سهل للسجون يعني أن يتعرض الشخص للاختطاف والتعذيب حتى يدفع فيديا أو يتعرض الشخص للاختطاف حتى يسلم أحد أقاربه هذه جرائم ترتكب الآن بحق اليمنيين يعني بأعداد مهولة طيب ما يتعلق بمتابعة هناك أعداد من السجناء مخفيين ولا يعرف مصيرهم سواء من المتوجدين لدى سجون الحوثيين والمخلوعة أو المتوجدين لدى القوات الأمنية في عدن النخبة الحضرمية القوات الإماراتية أيضا كيف يستطيع الأهالي متابعة ذويهم المختطفين؟ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين أهالي المختطفين نظموا أنفسهم في رابطة سمتها الأمهات رابطة أمهات المختطفين وهناك هيئة محامين للدفاع عن هؤلاء ومتابعة قضاياهم والمطالبة بالإفراج عنهم وهي تنجح كثيرا في استخراج أوامر الإفراج عنهم وحتى المساعدة في عمليات المبادلة بين المختطفين الذين يختطفوا من أعمالهم ومن أماكن مدنية وبين الأسرى الحوثيين ولكن هذا لا يكفي هناك عشرات القضايا من المخفيين الكسريا لا أحد يعرف أينهم ولا أحد يعرف مصيرهم ولا تعترف بوجودهم السلطات التي أخفتهم ويشعر أهاليهم بكل كبير ويأمات أبت الأسر وهي تبحث وتلاحق وتعب لسجن فلاني وتذهب إلى المحكمة فلانية وتذهب إلى القيادية الحوثير فلاني للمطالبة يعني نتحدث عن أمهات المختطفين المطالبة بإذنها ولا تعرف عن مصيره شيئا نعم وأنت تتابع وكذلك المشاهد يتابع الوقفات الاحتجاجية والأنشطة والرسائل التي وجهتها رابطة أمهات المختطفين وجهت رسائل إلى كيادات الحوثيين أنفسهم وجهت رسائل إلى المبعوث الأممي وإلى رئيس الجمهورية وإلى غيرهم من المعنيين بهذه القضية وهو نشاط يعني ربما نستطيع أن نقول أنه العمل الحقوقي الوحيد الآن الذي يحدث في صنعه طيب هل نشهد أيضا في محافظات عدن والمحافظات المحررة عملا موازيان لما تم تشكيله في محافظة صنعه من هيئة أمهات المختطفين أي أن هناك هيئات وجمعيات تبدأ بتكوين نفسها والمطالبة بالإفراج عن المختطفين الموجودين في سجون النخبة الحضرمية، القوات حزام الأمني، القوات الإماراتية، ما إلى ذلك في عدن هناك فريق من المحامين والنشطة الحقوقيين معني بالدفاع عن حقوق المختطفين وهو أيضا لديه كاعدة بيانات وينجح بين فترة وأخرى في الإفراج عن المعتقلين ولكن مؤخرا القبضة الأمنية ازدادت صلابتها وشدتها تعرضت الوقفات التي ينفذها أهالي هؤلاء المختطفين للكم والتفريق والمنع نظر بالنار أيضا قد يومين في عدن أما في محافظة حضرموت فالأمر أسوأ من ذلك هناك وقفة يتيمة شارك فيها الأهالي وعتكل بعدها منظم الوقفة وهو ناشط حقوقي علي باقطيان ولا يزال معتكلا حتى الآن وهو كان معتكل سابق بعد أن خرج شاركة أو نظم وقفة احتجاجية لأهالي المعتكلين والمقفيين في مطار الريان المطار الذي تحول إلى السجن للأسف ولا يزال معتكلا حتى الآن طيب قبل أن ندخل في المحور الثاني هناك سؤال مهم أريد أن أطرحه عليك سيد موسى ماذا تنصح الأسر الذي أول ما يتبادل لذهنهم أن ابنهم تم اختطافه أو تم اعتقاله أو تم أقضوه من أي مكان ما الذي يجب أن يعملوه أو إلى أين يجب أن يتوجهوه وهذا بالنسبة للذين تم اختطافهم في ذات الوقت ماذا عن الذين تم الإفراج عنهم هل يستطيعون متابعة المجرمين الذين تم التعذيب من خلالهم ومحاكمتهم وتعويض أيضا عن ذلك بالنسبة لأهالي المعتقلين أو المختطفين أولا أول ما يتعرض الشخص للاختطاف وثقوا قضيتكم تواصلوا مع نشطة حقوق الإنسان سنسجلوا شكواكم لدى اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لديها موقع على الانترنت ولديها وسائل للتصالب بإمكانكم أن تبحثوا عنها على الانترنت وثقوا قضيتكم وانشروها لا تسكتوا لا تدفعوا أتاوات ولا تدفعوا لخاطف أبنائكم ولا تسكتوا لا تصدقوا الوسطاء الذين يعيدونكم بالإفراج عنهم يوم بعد آخر هذا عمل ممنهج يقومون به لصالح الميليشيا الوسطاء الذين يطالبون منكم بالصمت والتريث الوسطاء الذين يطالبون منكم بدفع الأموال هم كلهم عاملين مع الميليشيا ويترزكون من خلال ارتكاب هذه الجرائم بحقكم وبحق أبنائكم نعم إذن مشاهدين الكرام لعلكم استمعتم إلى ما قاله سيد موسى لأسر المختطفين لا تدفعوا أموالا لمن يقوم بالمتاجرة بقضايا أبنائكم المختطفين لا تستمعوا لهذه الوساطات واتقوا ما يجري من ممارسات وانتهاكات لأبنائكم وذويكم من المختطفين والمخفيين في أي محافظة كانت المدن المحررة أو في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون أيضا توجهوا إلى المنظمات سواء المحلية والدولية وطالبوا لا تسكتوا كما يقول مضيفنا سيد موسى مشاهدين الكرام الموضوع الآخر وهو مهم جدا والذي حدث مؤخرا أي قامت السلطات السعودية بإصدار قرار يتعلق بزيادة الرسوم على المقيمين ونقول المغتربين اليمنين وغيرهم في السعودية ما الذي يمكن أن يؤثر بذلك على الأسر اليمنية الموجودة في اليمن؟ نناقشها في المحور الثاني يبقوا معنا ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار